إن شاء الله بإذن أن الناد الأهل النهاردة يا ربنا يوفقه ويعمل نتاجة جبية ويفرح جماهير الكرة المصرية يا رب إن شاء الله بإذن إن شاء الله طاقم التحكيم أخبره النهاردة طاقم التحكيم قبل من نكلم عن طاقم التحكيم قابتنا عايماً عاوز أقول حاجة مهمة جاتي فقط زي المباراة دي في الأمطار الأخيرة مباراة نصف النهائي عاوز أقولي النهاردة إن تعب وجهد وشأة اللعبين والإدارة وكل الدنيا سواء عندنا أو عندهم ممكن بقرارة تحكيم النهاردة كل التعب دوت يروح تتكلم على مباراة من خلالها تلعب نهائي أفراك بداية مؤلئة جداً جداً فعاوز أقولي النهاردة الأخطاء غير مكبولة بالمرة في هذه المباراة بالذات أي خطأ تحكيمة كابتن أيمن النهاردة في هذه المباراة غير مكبول بمرة خاصة النهاردة عندنا حكم على تقنية الفار وعندنا حكم من الميدان مباراة تحكمينها صعبة صعبة على تقنية التحكيم بكل المقاييس تكلم في أجواء تكلم في جماهير تكلم على الملعب كمان ودي كصة تانية لو أرغم نعمل حلقة على الملعب كصة تانية خالص ممكن نتكلم فيها نتكلم كمان الناد الأحلي النهاردة أنا أتكلم في أمانة الله يكون فؤلهم الله يكون فؤلهم في هذه الأجواء الحر الأطوبة النجل الصناعي و أنا أتكلم على النجل الصناعة كصة جدت إن أيمن لما تبقى أنت تلعب 40-50 مباراة على نجيل طبيعي وفجأة تلعب على نجيل الصناعي النجيل الصناعي كابتن ممكن كمان يؤثر على إداء الحكم وحركته شوف يا كابتن النجيل الصناعي بيؤثر على الكل بيؤثر على الكل يا كابتن أيمن أنا بتكلم إيه أنت واخد كلاعب وإنت كنت لعب تلعب على نجيل طبيعي مثلا 40-50 مبارا بتيجي فجأة تلعب على ملعب نجيل الصناعي أكيد 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 هيؤثر عليك في الملعب لإنت بتمرش عليه أصلا ودي القصة بنتكلم فيها كابتن أننا نهارده مكلم على الكرة الأفريقية وإحنا بنتور الكرة أفريقية زي الاتحاد والم بيقول وبنكلم على سلامة اللعبين سلامة اللعبين بس أن اللعب يكون مصابه أو علجه في الملعب هي دي سلامة اللعبين ولا سلامة اللعبين أن أنا بوفر بيئة مناسبة للعبين سواء أجواء وقت ملعب تجهزات كل هزي الأمور أنا بوفرها للعب عشان يديMON متع كرة القدم. صح. أنا النهاردة ما بلعب في هذه الأجواء صعبة جدا. فين الموطة اللي أنا أقدمها. ده أنت لما بتجري تقولي يعني نفسك بتغضب العافل. أنا أتكلم أنا روح. كان في فترة من الفترات يا كابتن تم منع اللعب على النجيل الصناعي. ملاعب جيل النجيل الصناعي. إيه اللي رجع الكلام ده ده. بص يا كابتن. التحدي الدولي هنا هو الملاعب هو معتمد. هو ملاعب معتمد على الفكرة. أنا عارف طبعا. تبقى لكم. أنا بتساني وأتكلم أنا إحنا الكرة في قدم تتقدم. تتطور. طيب. غالبية الآن دي بتلعب على ملعب نجيل طبيعي. مزبوط. أنا النهاردة بقول تحدي الفريقية النهاردة. ليه دور كبير جدا. لو أنت عاوز كرة قدم جميلة. بقول بننظر لشيء مهم جدا. إن إحنا نوفر للعبين كل شيء حلو وكل شيء جميل. عشان خاطر يديني موت عادة كرة القدم. طاقم التحكمة كاتن. سريعا نتكلم على حاكم بورونسي. هو حاكم كويس. لعب مباراة واحدة غنيا والسنغال في دور المجموعات. اللي هو حاكم البروندي. مباراة واحدة بس لعبها. ولعب ثلاث مباراة حاكم رابع كابتن أيمن. وده برضك يديك إن الاتحاد الفريقية برضك مش بيعتمد عليه قوي. لأنه هو لسه بيأمل إن هذا الحاكم يزبط نفسه ويزبط جدارته. حاكم بوروندي مش كبير في السن. النهاردة فرسوته. في مثل هذه الأجواء الصعبة والضغوط. قلنا النهاردة باسفك البروندي. النهاردة حيقابل تحديات كبيرة جدا جدا. أنا بقول. النهاردة لو خرج بالمباراة بدون تحامل على العاب الأهلي. خاصة في العقوبات للنهبطية كابتن أيمن. وأنا بقوله. مشكلة الحكام بره في الضغوط اللي هي الجمهرية. سهل أول. أنا بتأثر بد البطاقة. فالنهاردة من البطاقات يعني مفروض تكون بحساب. أيضا أخطاء الفنية. والنهاردة عنده حكم على الفار دانيل لاري. الغانا. ودانيل لاريا يعني في عنده بعض المشاكل كابتن أيمن. أتمنى النهاردة ما تكونش موجودة. أتمنى أنه نهاردة في هذه المباراة ما تكونش موجودة. ويكونوا الاثنين على أفاقه وعلى تفاهم واحد في فهم القانون. ما ينفعش اللي بيحصل الكبيرات. بجيب الحكم في حالة هو مش مقتنع بيها. يرجع من المشكلة أو العكس. فأنا أتمنى النهاردة بقول لرسالة لعبت الأهلي النهاردة طبعا هم مش هسمعوني. ولكن النهاردة اللي نهاردة ولعبتوا عندهم خبرات كبيرة كابتن أيمن في كافية التعامل مع الحكام في مثل هذه المباراة. أعتقد النهاردة نبعد عن البطاقة لأن ديت مش في مصلحتنا. أيضا داخل الصندوق كابتن أيمن. ودي اللي ممكن أنت كحكم تعمل حاجة أو تدي حاجة وتبقى والفاري أكيد هي لك. صح. فبنقول داخل الصندوق نخلي بالنا قوي 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 عشان مبقاش فيه كالكيك للعيبة. أنا نهاردة بركز في الماتش. وإن شاء الله نهاردة بتركيز النهاردة للأهلي وخبرات اللعيبة نهاردة أعتقد النهاردة إن شاء الله هنمر. والمبارة الجاية هنفوز وهنصعد لإنهاء إن شاء الله بس كابتن. بإذن الله كابتن شرفتنا وديمان متى ويدك.